هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنبا موسيقى 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 سوائل من جفون ضمن أسلحبات دار الملم لها طيف تهددني ليلاً فما صدقت عيني ولا كذا ما نائيته فلنا أدنيته فلنا جمشته فلما قبلته فلما نائيته فلنا أدنيته فلنا جمشته فلما قبلته فأبى هام الفؤاد بأعرابيات زكت بيتاً من القلب لم تمدد له قلباً هام الفؤاد بأعرابيات زكت بيتاً من القلب لم تمدد له قلباً الله 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 يا مصطفى يا سعيد أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست من أبو ظبي مع وليد علاء الدين حلقتنا اليوم شريدة التميز وشريدة الخصوصية نتحدث عن شاعر العربية الأول والأكبر أبو الطيب المتنبي ونتحدث تحديداً عن كيف نفهم شاعر أبو الطيب وكيف نترجم المعاني والمفردات والمشاعر والحكايات التي يدخل بها هذا الشاعر معنا لكي نجيد هذه اللعبة ضيفان كل ضيف خبير في تخصصه مبدع فيه على يميني دكتور محمد حقي صوتشين أستاذ الأدب والمترجم التركي الذي أجاد نقل صوت الإبداع العربي من العربية إلى التركية لسنوات طويلة أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد وعلى الجهة الأخرى دكتور مصطفى سعيد الباحث في علم النغم الموسيقار وعازف العود الشهير الحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها هذا العام عن فرع تحقيق المخطوطات أهلاً وسهلاً دكتور مصطفى استمعنا منذ قليل إلى تجربة لك مع أشعار أبو الطيب المتنبي هذه التجربة هي محاولة لترجمة الشعر بما يحمله من معاني وأفكار ودلالات وفي شعر أبو الطيب ثمت طبقات من المعاني وليس الطبقة واحدة هناك دائماً ما يمكن فهمه من بين المفردات ومن بين استخدامه لمفردة بعينها هنا غيرها وهناك دائماً مساحة أوسع للتأويل والفهم في هذا الشعر هل وجدت صعوبة في ترجمة المشاعر والأحسيس من شعر أبو الطيب المتنبي؟ هذا بداية كيف استطعت أن تتفق بينك وبين نفسك على معنى من خلاله تبدأ عملية اختيار النغة والعمل عليها؟ وهو فعلاً نقل ترجمة حسنتها وأجدت نرسونا مسألة التعامل مع النغة دوماً كانت كيف ينقل الملحم صورة الشاعر من وجه نظر هو وتلبيسها على لحن ما من ابتكار الملحم مثلاً أو أحياناً في بعض وخصوصاً في موسيقى العامية من جهة وحلقات الذكر الجماعية من جهة أخرى تلبس الأشعار على ألحان سابقة اللي يعرفوها بالتنزيل أو القد أو غيره طيب هنا الوضع مختلف الوضع أنه أنا أمام قصيدة نص يحمل معاني لحصر له قد يكون منها ما غاب عني أصلاً طيب هل أنقله من وجهة نظري؟ أحاول أن لا أحاول أن أنقل المعنى نفسه إلى نغم لكن هذا النغم يجب علي أن أنقله نغماً معاصرة هذه هي المعضلة أنا مع عصر آخر أنا مع ألف سنة لا كيف أنقل هذا النغم لنغم معاصر أنت تعرف المعادلة التي أحاول أن أبني كل تجربة تجربة نغمية عليها كيف أستطيع أن نطور نغمنا دون استيراد من أصل إرثنا فهذا ما أحاول أنه أستعين بما كان يسمعه أبو الطيب وأنقله إلى عصرنا نحن بنغمنا نحن ما كان يسمعه أبو الطيب تقصد من موسيقى وإلحان في رصبه نعم أنت عدت إلى الموسيقى في العصر العباسي مثلاً أقله حاولت نعم لكي تكون ملماً بذائقة أبو الطيب الموسيقية بالضبط التي بالأساس سيكون متأثراً شعر فيها بالضبط أحسن الشعر موسيقى حتى الخليل بن أحمد لما بنى العرود بنى على موسيقى هذه نقطة شديدة للحفاظية والأهمية وأنتقل من الترجمة إلى الموسيقى إلى الترجمة من لغة إلى لغة أخرى من العرودية إلى التركية أنت مترجم قدير ولك تجارب كبيرة مع الشعر العربي والسرد العربي هل ثمت خصوصية لمستها وأنت تترجم شعر أبي الطيب المتنفي تحديداً هل هناك فارق في لغته ومفرداته وصوره ومعانيه لا فالحقيقة عندما تحدث الدكتور مصطفى عن ترجمته لشعر أبي الطيب المتنفي إلى أنغام موسيقية تبدل لذهني كأنه تنظير لما قمت به أيضاً يعني فعلاً جميل ما قمنا بها به فعلاً يشبه بعضها في نواحي كثيرة يعني يعني مثلاً ثم المتنبي جاء بعد المعالقات السبعية مقاربة في الترجمة أولاً ألا أضيع المعنى المضمون يعني نحن بصدد المضمون والشكل يعني في ترجمة الشعر المضمون عند أبي الطيب المتنبي سري جداً يعني له يعني في قصائده في أبياته أبياته تعدد المعنى تداعيات ما يتداعى القارئ عند قراءته وكذلك في نفس الوقت هو شعر له إقاع يعني عالي وهذا المضمون والشكل متداخل بشكل يعني بكفاءة عالية جداً يعني أنا لست بمستوى أن أقول للمتنبي شعرك ممتاز هكذا ولكن كقارئ كمترجم أقول ذلك المباري أن هذا سبب لك معضلة أو إشكالية أخياناً في النقل والترجمة طبعاً يعني لأنني استهدفت أن أترجمة مثل الدكتور مصطفى كما هو ترجمة من الكلمات إلى الموسيقى وأنا أيضاً كان علي أن أخذ بعين الاعتبار الموسيقى أيضاً يعني لأنني أردت أن يتلقى القارئ التركي هذه الترجمة كشعر وليس فقط مضمون يعني لأن الشعر العربي عادة ما ترجم حتى في الدول الأخرى أيضاً يعني المتنبي والمعلقات عادة يعني في لغات العالم يترجم ترجمة بلغة قريبة إلى النصر وتم ضياء الجانب الشكلي الموسيقي الإقاعي للنصر لكنني حاولت أن أوازن بين الإقاع وبين المضمون يعني لم أضحي بقتل المستطاع من المضمون إلتزمت ببحور الشعر نفسها أم أنك نقلته في عروض آخر أو شعر أخر تفت مع الصوت التركي في الحقيقة يعني إذا كنت أستخدم البحور الشعرية العربية التي كنا نستخدم أقديماً في الشعر التركي العثماني الذي نسميه بشعر الديوان ربما لن يفهم أحد حالياً كما قال صديقنا أنا أيضاً استخدمت لغة معاصرة وكذلك وزن أو إيقاع شعري قريب من المتلقي المعاصر يعني يعني مثلاً القارئ التركي كيف يتلقى شيكسبير كيف يتلقى دامتي عندما يقرأه أو كيف يتلقى مثلاً فيكتور هوغو مالقة الأدب العالمي أنا أيضاً أردت أن أقدم المتنبي بهذا كشاعر عالمي يقرأه الجميع لكن يكون له نكهة كلاسيكية يعني يشعر القارئ أن هذا النص ليس نص محمود درويش ليس نص نزار قباني بل هو إنسان شاعر له أسلوبه الخاص وأنا حاولت أن أبدع أعيد خلق هذا النص هذا الشعر في اللغة التركية يعني يمكن أن نعتبر العمل الذي قمت به هو المتنبي التركي يعني نعرف هذا أننا نسمع بعض الأبيات منك بالأعربية وما يقابلها بالتركية وإذا سمح لي مصطفى فلتصاحبه بلالوات إذا لم يأخذ لديك مانع خلينا نسمع رجل أحسن يعني لا تبقى صاحب بلالوات مش عايز والله بالعكس نتشرف يعني بس خليه داني نستروح بس نعم الموسيقى الداخلية في اللغتي نستمع إلى المختارات بين العربية والتركية نعم هناك قصيدة يعني قصيدة يتحدث أبي الطيب المتنبي عن الأوطان يقول يعني أنه أنه غني عن الأوطان بمعنى يعني هو لا يتبنى لنفسه مدينة أو وطنا بل هو يسافر من كما تعرفون يعني يترحل كثيرا ويتحدث في القصيدة عن مفارقة الحياة وعن التهكم الذي نواجهه في حياتنا وكذلك يتحدث عن بعض التضادات التي نواجهها في حياتنا يعني لذلك أنا لأن الأبي الطيب المتنبي في شعره فعلا ربما ظلم بهذا الخصوص لأنه حتى الإخوة العرب أيضا تلقوه كشاعر مديح شاعر البلاط الذي يعني ادعى بالنبوة مثل هذه الأشياء يعني أحكام كأنه مسبقة عن المدارة لأنه لاحسي الإنساني نعم لذلك سميت الترجمة بأغنية الإنسان يعني كما أن الإنسان يلد يواجه الحياة عنده مسائل وجودية يسأل يشب يطمح الرحلة من الميلاد إلى الرحيل نعم ويموت فعلا يعني وجدت في قصائد المتنبي هذه الرحلة يعني وهي رحلة الإنسان أصلا يعني يحاول لتصحيح صورة المطيب المتنبي مع ترجمتي نعم نعم لذلك أخترت لم أسجنه في المديح والذن وقصائد كذا كذا بل أخترت ما يمكن قراءته تلقيه مثل أي شاعر على المشروع الإنساني نعم نعم يعني شاكسبير مثل هذا أقرأ هذه القصيدة بالعربية يعني ثم بال إذا تفضلت هدى هدى كل مسلك كما إن جاب عن ضوء النهار ضباب وفي الجسم وهي كعاب نعم سؤالي هو هل هذا الشعر الذي اخترأته بالتركية ينتمي إلى التصنيفات التي في العربية نسميها شعر التفعيلة أم شعر المصرعي أم شعر قصيدة النسر إذا جاءت استعمال هذا القياس العربية على القصيدة التركية طبعا الشعر العربي كما تعرفون حتى الشعر المعاصر الشعراء المعاصرين أيضا يكتبون بشعر تفعيلة يعني هو شكل مطور للقصيدة العمودية وهنا كمان يكتبوا قصيدة النسر حتى أدونيس يعني يكتبوا قصيدة تفعيلة لكن لأن الأتراك الشعر التركي الحديث يعني نحن تركنا في الأربعينات تركنا العرب تماما وانتقلنا قبل هذا الترك يعني اختارنا وزن شعبي تركي نسميه الوزن المهضعي يعني عدد المقاطع يعني كل سطر كل بيت كل شطر من البيت متساوي مع الأشطر الأخرى عددا ويكون مقفات إذن هنا قافية وهنا إيقاع نعم وهذا الإيقاع حسابيا منضبط نعم يعني لم كذلك يعني لم أود يعني لم أرغب في أن يعني أن أخلق شعرا شعبيا أيضا لذلك تجنبت من هذا أيضا يعني هناك إيقاع داخلي مع قواف قواف غير متكلفة يعني إذا شعرت أنني أبتعد عن المضمون يعني أنت لم تخضع للقالب لا ولكنك استخدمت هذا القالب قدر الإمكان نعم ويبدو طبيعيا وليس متكلفة نعم نعم براه نعم وأستطيع أن أنتقل بهذه النقطة مباشرة إلى مصطفى لأنني كنت أود أن أسألك أشعر وأنا لست متخصصة في الموسيقى ولا في الألحان أشعر أنك تنجح إلى حد كبير في أن تذهب بالموسيقى إلى الشعر وليس العكس أي أنك تحترم القصيدة وتجلب إليها الموسيقى لكي تكون متفقة معها ولا تشبر الكلمات على أن تنصع إلى اللحن ولا المقام فهل إحساسي هذا صحيح؟ صح وهل تشرح لنا مزيدا من هذا الأمر؟ في يعني منذ أواخر القرن التاسع عشر تبنت النظرية العربية منطق العد في الإقاع لذلك أصبحت دورات الإقاع عبئا على أهل النجا نحن نعيد عدات طويلة ليه ليس لهذا أي بسوء وبصراحة للدارسين حق في هذا الانتقاد أعطرنا لم يعد العدات ولا بصوتيا نفهم يعني إذا أنا أخد مثلا الرقاع البسيط إذا أنا عديته اخذت يقول دون بس قد 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 تمام؟ إذا— إذا كان 11 عددًا بس سريع قوي واحد تهالا ما قد الانتقاد فهل النجا 11 عددًا 11 عددًا نعم طيب الدارس لما يعد هذا لماذا؟ يعني إش اش جابره؟ مستفعلون فاعلون انت وضعت حروفا وكانا نفس المسيط بس مسحوف الاخر بسيط أصل مستفعلون فاعلون لا تخضع القاعدة لا تخضع في كل البحور لهذه المسألة مثلا اذا عديت المحجر مثلا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اخمعشة اتناشر 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 طب ليش لو هما فهموا انه فيه ضغوط ممكن تقابل الشعر مفعو مفعو فاعل مفعو فاعل مفعو لا تنه كما لقت المساحة بحبوص يمكن قسمتها بعدين على الشعر انه يتحط على هذي وذي احنا كنا نتعلم كده يعني انا مش مخترع بكلامنا خبص اذا روحت عند اخوان الصفا واذا روحت حتى عند المحدثين قبل الفرنك عرجي كله بيعد بهذا المنطق وعند المشايخ المنشدين لحد الآن تقريبا اغلب الناس بيعدوا بهذا الموضوع عند المشايخ كيف افادى هذا الامر في ان تذهب بالنغم الى الشعر وليس الانس افادى انه الايقاع عندي ظاهرة لسانية من بالن اصلا على تفعيل النظر على ازان اللغة نعم فاذا استطعت او اذا استوعبت تماما ان الايقاع ليس عبدا زمنيا فقط اذا استوعبت هذا استوعبت الشعر في النغم وليس العكس مش انزلت الشعر عنه تجليات هذا لتقريب الامر الى من يشاهدونا ويستمعونا الينا الان في انك لا تضطر الى مد ما لا يمد لا تضطر الى خطف حرف يمضي ان يشبع لا تضطر الى اضغام او المزج او التخفف من كلمة لكي تخضى عن النغم هذه الظاهرة انا اسمعوها تماما في قصائد كانت تلحنها بينما عندما نستمع الى قصائد حتى من كبار الملحنين الذين يلحنونا خارج هذه النظرية نجد احيانا انهم اضطر الى تمديد كلمة في غير الموضعات او العكس هل هذه نتيجة لهذه النظرية بس المشايخ هتسمعهم ما بيمندوش او يقصروا في غير مخان والمسألة هذه يعني رغم ان احنا نمد ونقصر لانضباط لا يمنع هذا الارتجال ابدا جملة تفصيلها شكرا هذه القصيدة عندما انتقلت من العربية الى التركية انت الوحيد تقريبا في هذا الكون الذي يعرف ما الذي فقدته ما الذي اضطررت الى ان تتجاوز عنه رغم انك تشعر به ينبض في كلمات المتنبيه هل هناك شيء من هذا القبيل في هذه القصيدة او في مجمل ما نقدته اكيد يعني الترجمة في نهاية المطاف هي تفسير تفسير للشخص لأي نص طبعا يعني الدائرة التي انت تقف فيها مهمة يعني هناك من يوسع الدائرة كثيرا لتبتعد من النص الاصلي وهناك من لا يوسع يعني تكون الدائرة ضيقة بالنسبة له لكن في هذه الحالة يمكن ان يقع في فخ الحرفية ربما يعني لا يفهم جيدا في اللغة الهدف يعني كلما اقترب اقتربت الترجمة الى اللغة المصدر كلما زادت الحرفية الحرفية تقصد الترجمة الحرفية حرفا بحرف وليس المعنى نعم نعم لكن هنا طبعا قبل ان اترجمة مثلا في هذه الترجمة استعنت ب ما يقارب اربع او خمس شروع على رأسها شرح الواحدي و شرح المعري معجز احمد و العبكل عبكي أو عبكري عبكري و اليازيجي نعم وكان شرح اخر لكن اكثر شيء استفدت اولا ب فهم النص اولا مثلا عندما قبل ان اترجم اقرأوا النص قراءة نقدية حتى الشروح انقضها يعني انا شوية شجاعي لذلك يعني تتبادل وجهة النظر مع الشارحين ايضا نعم نعم مثلا الواحدي استفدت منه من ناحية الكلمات معنى الكلمات من ناحية هو يعطي المعنى في بعض الاحيان لكن مثلا المعنى عنده المعنى الذي هو يقدم لنا المعنى مختلف عن المعنى الذي يقدمه المعرّي يعني مثلا وجدت في احيان كثيرة المعنى الذي يقدمه المعرّي يعني اكثر شعرية اكثر احيانا لا لانه شاعر انا ايضا يعني عندما يعني اقوم بتحليل النص في البداية احاول يعني طبعا اقوم بوضع ملاحظات على النص العربي اقول هذا مثلا هذه النقطة ستكون تحديا لي ربما اقول سأفعل كذا كذا والعبارة الفلانية اقول يعني الكاتب هنا استخدم كلمات مضادة هنا جناس هنا كذا وكذا وبعدين عندما اترجم اقوم يعني اخذ بعين الاعتبار كل هذه الاشياء وبقدر الان كان اريد ان اعود ما ابدعه الشاعر في النص الاصلي ان اقوم بعادة ابداعه في النص الهدف ولكن طبعا الترجمة دائما يمكن يكون هناك جوانب تفقد بعض الاشياء ما هي مثلا الايقاع يمكن يعني الايقاع في اللغة العربية الاذن العربي متعود كثيرا للقافية حتى ابن حزم مثلا هو ناظم ليس شاعر اصلا حتى عندما تقرأ شاعره يمكن عندما تقرأ سرده او لا سرده نعم حتى عنده شاعر في طوق العمامة نعم يعني مثلا يمكن تعجبك هذه الابيات لكن عندما تترجم لن تجد شيئا تفقد مثلا في ترجمتي لطوق العمامة فعلت ذلك يعني اضطررت الى في بعض الاحيان تلميع النص يعني لكي يبدو شعرا يعني ان تشير الى انه كتب هذه الفكرة شعرا نعم لكن بالنسبة للمتنبلة انا اشكر جزيل الشكر اشكر كلنا انه يعني لم يضعني في هذا الموقع الصعب وا اعتقد انني يعني حافظت على اشياء كثيرة اكيد يعني الترجمة في بعض الاحيان النص هدف ايضا يلعب دورا مستقلة يعني هو ايضا نص جديد يعني في بيئة جديدة ربما يعني هذا النص يعني يمكن يوجه بعض شعراء الاتراك يمكن يقومون بالتناسبة مع هذا النص يتفاعلون مع الناس يعني هذا ما جرى في ترجمة للمعلقات السبع مثلا هناك من حاول ان يكتب معلقات بلغة تركية يعني هذه الترجمة وهذا دور التثاغف نعم مصطفى المتنبي لم يضع محمد حق السودشين في موقف هرج ولم يضعه في مأذق فهل وضعك المتنبي في مأذق وأنت تلحم اطلاقا بالعكس ده ده عمل محفزات يعني إذا عايز هقول لك هو كان عنده مثلا يعني أهل النغم في قيام كان عندهم كده هوس بتنويع الأنغام نعم سموها دائرة الأنغام نعم تجلت هذه بعدين خالص نعم التصاعد في النغم زي ما هو قائم إلى الآن مثلا عند المولوية دائما يتصاعدوا بالوصلة في النغم لحد ما يوصلوا للأوش للأعلى هو تصاعد طبقات نعم تصاعد طبقات نعم فمثلا أنا ما عملتش هذا في أي نص اطلاقا عملته في نص طويل على مراحل في البردة ليس تنوعا مقاميا أنت لا تنتقل من المقام إلى مقام لكنك من المقر المقر من الأصل حتى المقر نعم عملته في البردة بس عملته على على مدار 73 بيت ساعة تبطلع تدريك زي إنما المتنبي مثلا بالرشاقة في مخلع البسيط برشاقتي في مخلع البسيط رشيق جدا خلاني ألحن بيت واحد سبع ألحان على دائرة الأنغام نعم ما عرفش بقى ده دور المستقل أو وحش ده بقى وجهة نظر أصلا مستمع مستمع من غير ما أنا أحس بك بتجوش يعني عدي أنا طيب مستمع إلى هذي التجربة تفضلي آآ يلظم تفضلي تفضلي خلاني سمع أقول تقليدي حتى عشان الستيبرا أنت وصفت عودا بالتقليدي والعود اللذي كنت التقليدي ليس التقليدي أعطينا فكرة سريعة في تجربة يعني أنا أحاول أنه يعني في هذا العود الآخر أحاول أطلع صوتين صوت ديوانين القرار والجواب في نفس في نفس اللحظة طيب سنعرف عنه المزيد بعد الخليج والنستمع إلى دائرة الأول مستفعل فاعل 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 ده اللي هو ملحن ده اللي هو المتنبي أوه الله ملحن والله فليضع هذه التفعيلة في أدنه والله إنه هو ملحن طيب ها ماذا يقول الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء شغلت قلبي لحظ عيني إليك عن حسن ذا الغناء ماذا يقول كل الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء شغلت قلبي بلحظ عيني إليك عن حسن ذي الغنالي عن حسن ذي الغنالي عن حسن ذي الغنالي أليلي يا أليلي يا أليلي ماذا يقول الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء شغلت قلبي بلحظ عيني إليك عن حسن ذي الغنالي شغلت قلبي بلحظ عيني إليك أليلي يا أليلي يا أليلي ماذا يقول الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء شغلت قلبي بلحظ عيني إليك عن حسن ذي الغنالي عن حسن ذي الغنالي أليلي يا أليلي ماذا يقول الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء شغلت قلبي بلاحظ عيني إلي عن حسبنا الغناء يا ليل ماذا يقول الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء شغلت قلبي بلاحظ عيني إلي عن حسبنا الغناء يا ليل ماذا يقول الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء مانا يقول نبي مغني خير من تحت دي الزماني شغلت قلبي بلحد عيني لي عن أسند القناة هل وقع اختيارك على هذا البيت في الترجمة؟ طبعا أنا اخترت بعض أبيات من هذا لكن لا أعرف أين هي إذا تريد أن أقرأ لكم قصيدة كفريندي فريندي السيفي أجدها هناك تحدي في الترجمة أيضا هذه القصيدة تنتهي بالزاعي سأقرأها قليلا في الضغة العربية أو إذا تريد أن تقرأ أفضل ألا تريد أن يكون خطأ مني وليس منك طبعا من ابن اللغة المشكلة أن نظارة الماء ليست معي ولكن يعني سوحى كفريندي فرند سيف الجراز لذة العين عدة للبراز تحسب الماء خط في لهب النار أدق الخطوط في الأحراز كلما رمت لونه منع الناظر موج كأنه منك هازي ودقيق قذى الهباء أنيق متوال في مستوى هزهازي حملته حمائل الدهر حتى هي محتاجة إلى خرازي كفريندي فرندسي حسنًا 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 شكرا كفريند كفرين annual رنگيني هر بطئين دا اشقا بر دالغة جاسترر الى اي در هر سفرين دا سنين بو عينباز باقنان جزنو كماسطرر هوا داكي توز ذرعيك لري peش peش بش بر اكش اشنددر ki ele avuca سغماز اسك دي onu taşيان کلفل رزمان تامير اتمالي دericilikten anlayan bir bezaz ne zaman senden bir beklentiye girsek ellerin cömert davranmaktan geri durmaz bir kral ki huzurunda her şiir okuyan tereciye tere satmaya kalkmaz sözü biz söyleriz fakat o daha iyi bilir inceliklerini öyle bir nüfuz eder ki mucizeli söze inanılmaz başkaları öyle şairler çıkarırlar ki öne vızıltılarından hiçbir şey anlaşılmaz onlar ki kendilerini basiret sahibi görürler oysa bastonunu kaybetmiş bir kör yol almaz sana söylenmiş her şiir şairine benzer ödül verenle onu alanın zihniyeti farklı olmaz oysa oysa نعم مشاهد شهباز قريبا عندما قرأت النص العربي واستمعتم إلى النص التركي وصلتني القربة بين النصين نعم هناك علامة حدثة وأظن أن هذا الهدف الأسمن من الترجمة وأظن أن هذه هي اللحظة الأخيرة في حلقتنا للأسف لأن الوقت قد انتهى كنت أتمنى أن يطول الوقت أطول وأطول لكي نستمتع أكثر وأكثر من علمكما ومن إبداعكما ولكن هكذا هو الحال دائما تنتهي الأوقات الجميلة والسعيدة سريعا شكرا لكم وتمتم بخير وإلى أن نلتقي فيها في المجلة إن شاء الله